انضمام السلطنة للاتفاقيات الدولية التي تعدى بصون التراث الثقافي يعكس البعد العالمي للارث العماني ولأن ميدان العمل في مجال التراث الثقافي يرتبط ارتباطا وثيقا بالمحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي نظم مجلس البحث العلمي ممثلا بالبرنامج الاستراتيجي للتراث الثقافي حلقة عمل تعريفية بالقوانين والتشريعات المنظمة للتراث الثقافي البرنامج الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني اسسه مجلس البحث العلمي بالتعاون مع مختلف الجهات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وهو يهدف الى احياء الموروث الثقافي والتاريخي الذي تتكه عليه عمان بحضارتها العريقة وعرفت الحلقة ببنود اتفاقيات صون التراث التي صادقت عليها السلطنة منها اتفاقية لها لحماية الممتلكات الثقافية واتفاقية اليونسكو فيما يتعلق بالتراث غير المادي واتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي هذه القوانين التي تحمي التراث الثقافي مثل مباني القلاع الأماكن التاريخية فهذه القوانين تحمي تلك المناطق أو تلك الأثار من التدمير بالمثال وأكدت حلقة العمل على أن التراث غير المادي لا يمكن أن يكون بمعزل عن التراث المادي باعتباره جزءا مهما من الذاكرة الشعبية والوطنية والإنسانية وأوضحت حرص المشرعي العماني على منع أي تصرفات تخص المورثات الحضارية الثقافية للسلطنة دون الرجوع إلى الجهات المختصة هذا الوطن غال ومجيد في ظل قائدنا الشهم والملك لله دون التعريف بالقوانين والأنظمة المحلية والعالمية المنظمة للمورثات من شأنه الإسهام في حماية الآثار والتراث بشقيه المادي وغير المادي ليبقى إرث الشعوب وبرهان حضارتها جيلا بعد جيل ترجمة نانسي قنقر